أخبار اليوم والمرة التانية هذا العام أننا ستسلمها من واحد من أنجب تلاميزه اللي مسؤول عن أخبار اليوم وأعتقد أنه بيدرها صحفيا على نحو مهني ممتاز أخبار اليوم مدرسة أساسية بالصحافة المصرية وأعتقد أن لها فضل كبير جدا على تحديث الصحافة على تحديث لغة الكتابة على الارتقاء بقدرات الصحفي على الارتقاء بهاجه المهنة وأعتقد أن حال الصحافة المصرية بعد مدرسة مصطفى أمين وعلي أمين يختلف تماما عن حال الصحافة قبلهم ما ننساش أيضا أنه هاجم مدرسة أنجبت مجموعات ضخمة أنجبت هيكل اللي حدث الأهرام وجعل من الأهرام واحد من أهم عشرة صحف في العالم تمنى دائما لأخبار اليوم للزهار بتمنى لشبابها التقدم شبابها دائما بالفعل كانوا يعني منافسين جيدين في البحث عن الخبر في كيفية كتابة الخبر بطريقة مؤثرة وجاذبة يعني أعتقد أنه مدرسة أخبار اليوم مدرسة راسخة في الصحافة المصرية أنجبت أجيال جديدة وسوف تواصل ضغوها والنهاردة إحنا بنحتفي بالفعل بجوائز مصطفى أمين لأعياد متتابعة نرجو أن تستمر وتستمر إن شاء الله شكرا ألف مبركة التكليم شكرا يا فاندي شكرا